السلام ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير قبل ما نبدأ أولا حبيت نشكر كل من بعثتلي على الخاص وشجعني ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ثانيا حبيت نقدم منكم وروحي أنا مستشارة تدريب في الإعلامية سرتي فيه من الميكروسوفت ومطلع على منهج منتسوري اللي قمت بتطبيقه لولدي منلي عمره 6 شهور وتوت باركاله عمره 3 سنوات واسنان شاء الله نزيد نكمله توا نبدو بشرح جدول الأسبوع الأول من شهر أكتوبر كما موضح على الشاشة اليوم الأول بالنسبة لنشاط التدريب بيش نعمل المشي على خط مستقيم بالنسبة لخط المستقيم نجم ترسم الأم خط ببسطة لدي زيف وإلا شطرطو وإلا عندها حبل تفردو على الارض ويبدو يمشي عليه الصغير الأنشطة الرياضية والمنطقية الأسبوع هذا بيش نركز على الدائرة واللون الأحمر بالنسبة للدائرة اخترنا نشاط المطابقة عليش نشاط المطابقة؟ خطر يساهم في تنمية التركيز البصري دقة الملاحظة والتنسيق بين حركة اليد والعين أي التأذر الحركي البصري نهبط لكم إن شاء الله برشة أنشطة بتعمل طابقة وغيرها من الأنشطة تنجم الأم تختار النشاط اللي تحبوا وإلا اللي تناسب مع صغيرها هذيك عليش التبلو هذا ولا الجدول هذا حتي تقول لكم في سيرة صيغة الورد بيش تقوموا بتحميلوا وتنجموا وتبدلوا فيه من بعد الأنشطة الإيقاظية العلمية في الأسبوع هذا بيش يكون الموضوعنا هو أعضاء الجسم أول نشاط بيش يكون قصة حول أعضاء الجسم كيف كيف بيش نهبطيكم على الجروب بالنسبة للأنشطة الخطية القيام بتنقيط صورة باستعمال أعواد الأذن والألوان المائية الصور كما موجودة كما الصور الموجودة الآن على الشاشة ياخذ الصغير عود الأذن يغطسوه في وسط الألوان المائية ويقوم بالتنقيط بالنسبة للقصة والأغنية بيش نحطوكم على الجروب ونشودة الأرنب ونتم تحفظوها لصغيراتكم بالتكرار والقرآن بيش نقرؤ صورة الفاتحة بالنسبة اليوم الثلاثان الأنشطة الحركية القفز داخل دوائر الأنشطة الرياضية المنطقية اللون الأحمر نشاط سكب الماء كيفاش نشاط سكب الماء؟ كيفاش نشاط سكب الماء؟ مش ناخذو ماء ونحطو فيه ملون غذائي أحمر أو ألوان مائية حمراء ونحطو كسين ونطلبوه من الصغير إنه يفرغ الماء في وسط الكسين هديك بالنسبة لنشاط سكب الماء يساهم في تقوية عضلات اليدين الأنشطة الخطية القيام بتنقيد صورة باستعمال الأصابع والألوان المائية المرة هذي منش باش ناخده بأعواد الأذن أما الصغير باش يستعمل أصابعه شغط الصبعه في الألوان المائية ويقوم بتنقيد الصور المعروضة عليه بالنسبة للقصة والأغنية والقرآن باش يبقوا يتكرروا اللي هي أمشودة الأرنب والفاتحة ومش نحط لكم برشة أنشيد إذا كان صغير تكمل أحفظ أمشودة الأرنب نجم تتعدى معاه للأمشودة الموالية ونجم يبقى شهر كامل في أمشودة واحدة مش مشكل من نجم مش أن نتعدوا قدراته وإلا نغصبوا عليه حاجة هو ما يحبهاش بالنسبة اليوم الموالي التدريب المشي على خط حلزوني ترسم الولدك خط حلزوني وتطلب منه يمشي عليه سهل يازر الأنشطة الرياضية المنطقية بالنسبة للدائرة نشاط الخط نشاط الخط مش معناه تاخل البرتيل الداخلينية بتاع البابيير يسويتو وتخطصها في الألوان المائية وتحطوه يطبع هذك شنو معناها نشاط الخط بالنسبة للأنشطة الإيقاضية العلمية باش نقدموكم ونشودة أعضاء الجسم الأنشطة الخطية باش تبقى تتكرر نفسه هو التنقيت مرة بأعويض الأذن مرة بالأصابع يوم الخميس النشاط الحركي هو نشاط الكرة الطائرة معناها أنت وصغيرك ترمو لبعضكم الكرة بالنسبة للأنشطة الرياضية المنطقية أقل كرة الصوف النشاط هذا يساهم في تمرين أعضلات اليد أعضلات الأصابع الأنشطة الإيقاضية العلمية مشروع التركيبي حول أعضاء الجسم مرة بالنسبة للأصابع مرة بالنسبة للأعضاء الجسم اللون الأحمر وصورة للتفاحة ونطلبوا منه تلوينها هنا باش نجمعوا بين اللون الأحمر والدائرة بصيفة أن التفاحة باش تكون شكل دائرة الأنشطة الإيقاضية العلمية باش نكمله في المشروع التركيبي حول أعضاء الجسم ملاحظة هنا برش أم هات باش يقولوا أن أولادنا يعرفوا الدائرة ويعرفوا اللون الأحمر أما يعرفوهم شنو نظريا نحن هنا باش نخدمه على التطبيق خطر التطبيق ليز يرسخ مفهوم المعرفي عند الصغير وزيد ينمي عنده الآن ينمي عنده التركيز البصري وتقوية أضالات اليدين وتأذر الحركي البصري ملاحظة أخرى وإلا قاعدة باش نتبعوها لا تجبر الطفل على أي نشاط صغير معينه الشيء من نشاط من غير ما نجبروه النجم نخبي النشاط هذيك ونحايدونه في مرة أخرى ينجم يقبلوه فمش حتى إشكالية بالنسبة للنهار السبت ولحد خليتهم مفتوحين مش تعملوا فيهم أنشطة الحياة العملية أنشطة الحياة العملية مثلا العناية بالنظافة نظافة الأيدي نظافة الواجه النظافة الشخصية عموما كذلك الاستئذين وطرق الباب وإلا تنجموا تعملوا لصغيراتكم فكرة تزرعوا لهم نبتة ويبدو هما يعتينوا بها وتبدأ هكي النبتة تكبر شوي شوي يفرح بها صغير برشا في الختام ننطلروا التفاعل بتاعكم كنعجبكم الفيديو تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا أبوني وتفعلوا الجرس والسلام